فعليكم أولاً أن تفكروا ملياً رسائل عديدة حملتها تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أبو عبيدة بشأن أسرى جنود الاحتلال الأربعة الذين تحتفظ بهم كتائب القسام منذ خمس سنوات هذه الرسائل فتحت المجال واسعاً أمام إمكانية إبرام صفقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إذا ما كانت السلطات الصهيونية جادة في فتح الملف التي تماطل في تحريكه وعلى ما يبدو فإنها أيضاً تعد عاملاً محركاً لعائلات الأسرى الصهاينة للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ادعى بأن هؤلاء الجنود هم قتلى وليسوا أسرى خطاب القسام لم يكن إلا امتداد لما أدلى به المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم من تصريحات في وقت سابق حيث أكد على أن الاحتلال لن يحصل على جنوده إلا بإبرام صفقة تبادل يخرج من خلالها الأسرى الفلسطينيون مقابل ما لديها من أسرى سلطات الاحتلال كانت قد وضعت شرطاً للإفراج عن أسراها ومفقوديها في غزة مقابل تحسين ظروف الحياة لمليوني فلسطينيين في القطاع المحاصر إلا أن ذلك جوبها برفض حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى التي لا تثق بالوعود الصيونية وترى مجتمعة أن حل الملف لا يكون إلا بصفقة تبادل أسرى وفي حال موافقة الاحتلال على إبرام صفقة للحصول على أسراها لدى المقاومة الفلسطينية فإن الأمور ستسير عبر المسار الواضح والذي أفضى سابقاً إلى حل قضايا مشابهة كما في عملية تبادل الأسرى عام 2011 التي تم بموجبها إطلاق الصراح جندي صيوني مقابل 1027 أسيراً وأسيرة من سجون الاحتلال